اهلا بكم مشاهدين الى عدد الليلة من برنامج خارج الصندوق البرنامج الذي يرصد اجواء الانتخابات الرئاسية في الجزائر تركيزا على وعود الرئيس الحالي والمترشح للانتخابات المقبلة عبد المجيد تبون فاهلا بكم اهلا بكم من جديد مشاهدين دائما نعرج على التزامات الرئيس تبون الاربعة والخمسين هل تحققت لم تتحقق هل ما قاله وما كتبه وما روج له انصاره تحقق على ارض الواقع ام لا ما هي النسبة الحكم دائما لكم لكن على الاقل عندما نتناول بالتحليل هذا الوعود او الالتزامات الى الان ربما تتفقون معي في نقطة باننا اغلب الالتزامات التي علجناها اكتشفنا بان الرئيس عبد المجيد تبون لا يعير اهتمام لقضية الوقت او الزمن فالالتزامات عند الرئيس قد يمتد زمنها من سنة الى عهدة الى ما بعد العهدة هذا على الاقل ربما المسناه في اكثر من التزام سنحاول ان نعرف هل الالتزامات التي سنعرج عليها اليوم بالاضافة الى تفاصيل اخرى فيها تحسن في الاداء ام لا اليوم معنا التزامان الالتزام الاول هو الالتزام رقم 28 يتحدث فيها الرئيس تبون عن جعل الحصول على السكن اولوية مطلقة جعل الحصول يعني حصول المواطن على السكن اولوية مطلقة هذا واحد من التزامات الرئيس تبون ويقول بانه سيتم حل ازمة السكن نهائيا وضمان الحصول على السكن لائق عبر سياغ مكيفة موجهة مع ملح الاولوية للأسر ذات الدخل المنخفض وتحدث عن القضاء الاحياء القصدرية والبنايات الهشة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الى ما ذلك من تفاصيل شايفين الالتزام مش حال طويل لكن على الاقل انا وانتم في سير الحلقة سنركز على ان الرئيس تبون قد تعهد بان يجعل السكن او الحصول على السكن اولوية مطلقة وخاصة النقطتين انه سيحل ازمة السكن نهائيا وقال بان السكن اللائق سيكون عبر سياغ مكيفة يعني سيقضي على السكن بالاضافة الى ايجاد سياغ مكيفة حسب احتياجات المواطنين في الجزائر الجديدة بمشروعها الذي جاء بالرئيس في 2019 هذا الالتزام الاول الالتزام الثاني اللي هو الالتزام لبعده رقم 30 يقول للرئيس بانه ملتزم بوضع حد نهائي لانقطاعات المياه وضمان حصول جميع المواطنين على المياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني يعني الرئيس عبد المجيد تبون في هذه الحلقة سنحاول سنعرج ونحاول ان نفهم هل حقق الالتزام الخاص بالسكن خاصة ما تعلق منه بقضية القضاء النهائي على ازمة السكن واجاد سياغ مكيفة حسب قدرات المواطنين والالتزام الثاني اللي معنا هو قضية توفير المياه الشروب الصالحة للشرب لكل المواطنين سأبدأ معكم بالالتزام الاول متعلق بالسكن ولما نقول السكن قلوا عبد المجيد تبون الرئيس الحالي وزير السكن السابق الخبير بقطاع السكن فسألعش ذاكرتكم قليلا بالعودة الى احد تصريحات الرئيس تبون لما كان وزيرا للسكن حتى نبدأون لبني وعليها هذا الخبير في السكن الى اين اوصل المواطن في الجزائر الجديد نعم باش نقول لك بللي السكن اليوم صبح يعني مستهدف لأسباب كل واحد لحاجة في نفسه على ان برنامج السكن ما يتمسش ورا نماشين معاه وحاليا في الوقت لاني كلم فيك في اكتر من 920 الف سكن راف الانجاز عبر التورة بالوطن اذا انعشنا شوية ذاكرتنا وذاكرتكم بسماع الى الرئيس تبون لما كان وزير السكن في مجلس الامة يتحدث على بعض المشاكل في قطاع السكن لكن انصاروا يقولوا بان الرئيس تبون يعرف مليح القطاع هذا وخبير فيه فنحن نحاول ان نعود شوية للارشيف ونشوف الرئيس تبون كان على دراية نوعا ما ببعض المشاكل في قطاع السكن لانه بعد ابنوا عليها هل حلها ام لم يحلها خلال العهدة نعود ونسمع الى الرئيس تبون او وزير السكن عبد المجيد تبون في حكومة بودفليق لانه كانت مؤسسة عمومية لانه كانت مؤسسة عمومية اذا سمعت تصريحين لعبد المجيد تبون بقبعة وزير السكن يبدو انه مولم بالقطاع يتحدث في الفيديو اللي سمعته انه القطاع فيه مشاكل ولا يمكن حلها بشكل سريع وبشكل كبير يعني لما كان وزير السكن ويعرف حتى نذكر المناطق من الجزائر هذه قسنطينة وين المشكلة تاحها المنطقة الفلانية وحتى باش تتذكروا مليح عبد المجيد تبون الخبرة تاعه في الاستيوزار هي اساسا في قطاع السكن لانه حتى في المرة الاولى اللي جا فيها قبل الفترة الاخيرة مع عبد الفليق ايضا جا في قطاع السكن وكان انشأ بطاقية السكن وبالملاسبة هنا نفتح قوسين بخصوص حلقة امس لانه لما نرجع للتاريخ ننسى وشرية بخصوص حلقة امس كنت قد تعرضت عليكم فيديو لوزير سابق اللي هو نوردين بوكروح ولانه كنا نتكلم عن الجانب المالي وما الى ذلك فقلت انه كان وزير المالية لكن هو كان وزير تجارة ولم يكن وزير المالية ومشكور للاخ والزميل عثمان الذي نبهني لهذا الخطأ الذي ورد في الحلقة حلقة امس مرتين نغلقه القوس تاريخ عبد المجيد تبون سهل ما يتلف هاناش هو دايما وزير السكن سمعناه في مرتين يتكلم كوزير السكن انسان يعرف القطع فيه شوية مشاكل يعرف مناطق الوطن يحاول انه يلقى حلول اذا وحد السؤال اقدر نحطه في رأسنا هذا الرجل الخبير في السكن ازمة السكن ما زالت في الجزائر الان اصبح رئيسا ماذا سيفعل ستسمعون خطاب الرئيس تبون لما اصبح رئيسا بخصوص قطع السكن نسمع التبون من جديد سيد وزير الاشغال العامة وسيد وزير السكن وسيد وزير ري من اليوم رغم انه شيء سرع فيه دوار انتم مسؤولين كذلك يفوفيك سيدي نورم تيكنيك واللي يعطي صفقة من غير هذلي نورم تيكنيك راكم عارفين وين يروح راكم عارفين وين يروح نبرة الرئيس تغيرت خلاص ولا رئيس الجمهورية الان كان وزير يتكلم فيه مشاكل ما الى ذلك الان اصبح رئيسا مش كون كيفه رئيس يتكلم على قطاع السكن يعرفه مليح اشاره بشيء بنبرة نبرة حادة لوزير السكن ولوزير الداخلية ولوزير الشغال العمومية وكان يتحدث على الصفقات اللي خاصة ببناء السكن وقال لهم اللي يغلط يعرف وين يروح وكان يقصد السجن يعني فقرنه بنبرة تبون عبد المجيد وزير السكن ويتكلم على قطاع السكن وتبون عبد المجيد ورئيسا للجمهورية يتكلم على قطاع السكن فتحسوا هكذا يعني متحكم في زمام الأمور ويحط كل واحد عند حده بل ويهدد المسؤولين بالسجن يعني تحسوا بادي العهدان تعه عفوا ملم بالقطاع وسيحل السكن بالملاسبة نحن نتحدث عن قطاع حساس كل من يسمعنا قد يكون واحد من المستفيدين قد يكون واحد من المنتظرين لسنوات قد يكون واحد من اليائسين فاحنا نحاول نعالج وهذا الموضوع بعيدا عن المزايدات ولا استغلاله لأنه أمر يخص الحياة اليومية على المواطن فاللي رأي يسمعني رأي وعارف يعني هل فيه تحسن ما فيهش لكن احنا ننعش الذاكرة نهود إلى تبون عبد المجيد رئيسا حازما في قضية السكن ما هي وعوده يعني فيه أهدافه هو الالتزام النصي قال القضاء النهائي على أزمة السكن وقال إيجاد سياغ مناسبة للمواطنين لكن نحب نسمعها منه الرئيس بماذا وعد الجزائريين بخصوص رؤيته وأهدافه في مجال قطاع السكن نسمع عبد المجيد تبون وحاولوا تركزوا على الآجال اللي يتكلم عليه هذه الصعيفة في 5 جوليس تبشار وخير بحصولهم على 160 الف شقة يعني انتهاء الأشغال أيضا قطاع ربما أصبح محل إجماع أنه قطاع يسير بوطيرة يعني سريعة خاصة بعد إنجاز اللي شفناه في الملعب الرياضية يعني ملعب وهران ملعب الآن بالرقي وكذا هل هناك سيدة الرئيس مشروع سيغ جديدة للسكن ممكن وزارة السكن عندها سياغ تقترحها الحكومة ممكن جدا ولكن إحنا مبدئيا ودائما في إطار سيانة كرامة الجزائريين ما نبغيش الجزائري وقلتها مرارا قلتها حتى أيام ما كنت وزير سكن ما نرضاش للجزائر مليون وخمسمائة ألف شهيد باش يكونوا ولادها سكنين في القصدير العشوائي ولا في الصفيح ولا كل واحدة يسميها حاش بيدان فيل هذي ما كانش اللي قادر يبني داره نساعدوه يبني داره المشكل في المدن الكبرى ما فيش أراضي اللي تسمح بناء فردي بناء لازم يكون جماعي وكون علوي إذن هذي إلا الشركات اللي قادرت دير هالعمل هذا رانا نواصلو حتى نقضي على مشكلة السكن حتى يولي الإنسان اللي يحتاج السكن يطلبوه خمس شهور ست شهور سنة بعد يعطوه السكن اليوم شي اللي يبشر بالخير هو نتجاوز نتلت ملايين ونص سكن اللي تعطيت منذ تقريب 2013 و2014 إذن سمعتم مرأيس تبون في إحدى الحوارات يتحدث على أهداف في قطاع السكن نعود ونركزه في الأرقام الرقم الأخير اللي يتكلم عليه هو أنه قال من 2014 إلى 2019 على حساب وشي يتكلم هو و2020 تم توزيع 3.5 مليون سكن احتفظوا بهذا الرقم لأنه بعد نشوف وطيرة العهدات على رئيس تبون حال أنجزت تقريباً لكن هو يقول هذا الكلام لكن في بداية الحديث نتاعه لما سألوا الصحفي أولاً الصحفي مش عارفين كيف رابط بين بناء الملاعب ملعب الدويرة وملعب زيوزو وملعب نيرسون مندلة وقضية السكن صحيح هو أوكل المهمة إلى وزير السكن لكن بناء ملعب والمراهنة عليه واستغلاله سياسياً وأحسن الملاعب بنية في 14 سنة فمش عارف الربط بينه وبين الأداء في قطع السكن كيف وهو يتكرر عند الإعلاميين بالزاف قال وزير السكن نجح في بناء الملاعب فسينجح في بناء المساكن مش عارف كيف يعمل الربط لكن معلش هذا مشكل الصحفة التي تزايد لكن الرئيس لما سألوا صحفي قالوا هل فيه سيغ جديدة هل فيه مقترحات جديدة عبد المجيد تبون الرئيس نسي تماماً باللي عنده الـ 45 الـ 54 تعهد وش رح قال قالوا يمكن وزارة السكن إلا كان حب تقترح على الحكومة سيغ نسي بأنه كان وزير سكن ومفروض يكون عنده مبادرة في هذا الجانب نسي بأنه عنده تعهد وهو كرئيس لما ترشح وقال سنكيف السيغ ورماها لسقها في رقبة وزير السكن قال له أنت دب رأسك إلاك ما تقترح علينا الله يسهل عليك فالرئيس هنا كان تقريب عنده سنتين من اللي يحكم نسي التعهد بأنه ضمن التعهد في مليا وعشرين أنه يقترح سيغ سجلوا عندكم لكن أهدافه الكبيرة وأهدافه الوردية اللي قالها قال إحنا رح نصل وين المواطن لما يطلب سكن أربعة شهر خمسة شهر ست شهر يعطلوا سكن أنت وعين بما سامعتم ولا لا أرجعوا الأرشيف وموجود حتى المخرج والمجموعة التقنية ما يستعملوا الذكاء الاصطناعي في هذه الفيديوهات فالرئيس تبون عبد المجيد تبون الذي نسي بأنه عنده وعد يعد بإيجاد سيغ جديدة مكيفة حسب ظروف المواطنين نسي بأنه عنده راسيد كوزير الساكن وقال أنا ما عنديش مقترحة إلاجاته من عند الحكومة مرحبا ثم تكلم على هدف تسليم الساكن لطالبيه في خضون ربعة خمسة ستة أشهر يا ناس هذا رئيس يعد وعنده وعد مكتوب وأنتم والحكم يسمع فينا يمكن في داره والدار في ربعة خمسة شهر يمكن رأيه كاري ويستنى يمكن سجل من جماعة عدل فممكن يصدق الرئيس بل في ربعة خمسة ستة أشهر سيأخذ ساكن لكن لا يمكن استهالة بهذه التصريحات في التزام مكتوب وفي تصريح مش واحد مش تنين مش ثلاثة من الرئيس على أهداف وردية فهل تصدقون ما قال خلال مدام العهدى تعانتهت وهل ستصدقون ما سيقول عندما يترشح الحكم لكم لكن لأن الموضوع حساس ولا نريد موضوع السكن لا نريد ماذا بنا نكونوا غلطين وماذا بنا الناس الكل تستفيد من السكن لكن نمشي حبة حبة مع التعهد الرجل قال أحنا سممكن نلتزم بتكييف الصياغ فوحدة من المشاكل اللي عايشينها الجزائرين في قطاع السكن وهي قضية من له الحق في السكن الاجتماعي أم لا نشوفوا فيديو وبالمناسبة هذه فيديوهات من الإعلام سواء الرسمي أو الإعلام الخاص اللي موجود في الجزائر وهما اللي غطاوا وهما اللي جابوا المعلومات فنحن معلنا إلا لننقلو لكم نسمعوا واحدة من المشكلات تاقطع السكن ونشوف ونربطوها مع كلام سيد الرئيس ومع نص هي صرخة مواطنين تم إقصاؤه من السكن الاجتماعي والسبب تجاوز رواتبهم قيمة الاربع والعشرين الف دينار جزائرية قيمة لم تتغير منذ سنة الفين وثمانية في ظل تغير القدر الشرائية وارتفعها في الزل ملويت هذا القانون ميبا 24 في الزل ملويت كانت البطاطا يدير 2 مل 1.5 ضروق البطاطا يدير 3 مل ضروق هنا ونحن ليس هنا 25 26 29 20 30 نعطيك 5 ملايين شري سكننا نعطيك 5 ملايين نروح شري سكننا ما شري هاس خمس ملايين ما شري هاس عادنا البروبلم بتاعنا تاع 24 40 قال لك شيف ديران كي جي عندي باش نعطيك سكنة قال لك 24 20 دورو ما نعطيها لكش قال لك 24 20 دورو ما نعطيها لكش إذا سمعت عينة من المواطنين يتكلموا تغطية لقناة جزائرية مواطنين جزائرين يتكلموا على واحدة من المشكلات والفيديو هذا عنده تقريب عشر أشهر منشور على موقع القناة فيمكن أن تطلعوا عليه يعني هو فيديو في الجزائر الجديدة يتكلم على مشكلة تطالبي السكن الخاصة بتسقيف الأجر اللي على أساسه يمكن أن تأخذ سكن ولا لا اللي هو زوج ملايين وربعمية بالسنتيم باللهجة الجزائرية أو 24 ألف دينار يعني اللي عنده اللي يخلص زوج ملايين وربعمية وعشر ألاف لا يحق له أن يستفيد من السكن الاجتماعي حتى وما عنده شروط أخرى كل متوفرة ما عنده أرض من لم يستفيد له ولا زوجته هذا المشكل موجود من وقت الجزائر القديمة يعني موجود الناس اللي عندها فوق الـ 24 ألف لا يمكن لها أن تستفيد من السكن احنا عندنا رئيس جديد وشعار الجزائر الجديدة وعنده التزام رقم 28 بأنه سيكيف الصياغ باش يحل المشكل وشفته حجج المواطنين يقول لك أنا نخلص حتى ونخلص زوج ملايين ونصل إلى ثلاث ملايين إذا تحرمني من السكن الاجتماعي حتى ونخلص خمس ملايين لا يمكن أن أشتري سكن ومقارنة القدرة الشرائية حتى المواطن قال لك البطاطة كانت في 2006 و2012 عندها سعر لأن تضاعفت بـ 3-4 مرات حجج المواطنين منطقية هذا المشكل مشكل جزائر قديمة نوقش في البرلمان أيضا وعندنا نائب سأل وزير السكن بتاع الجزائر الجديدة لرئيس تاعه وزير سكن في الجزائر القديمة ويعرف مشاكلها كل وتعهد بتكيف الصيام نسمع سؤال النائب ونسمع رد الوزير وركز على التواريخ خاصة المراسيم التي يشتغل بها قطاع السكن في الجزائر الجديدة النقطة الاستدلالية وبالرغم من هذا يبقى مشكلة السكن الاجتماعي يؤرق الكثير منهم قصد الحصول عليه ولا شك أن الشرط في ذلك هو الأجر الشهرية المحددة بـ 24 ألف دينار جزائري سيد الوزير ألا ترون أن هذا المبلغ قد يحرم الكثير من المواطنين والعائلات للحصول على سكن اجتماعي وما هي خططكم المستقبلية لإزاحة هذا المشكل العويس وإزالة هذا الشرط حتى يتمكن كل جزائري من الحصول على سكن لائق رحمة الله تعالى بركته أشكركم سيد النائب المحترم جمال أزغلى على السؤال الذي يخص الفئة الهشة من المجتمع وحقها في الحصول على السكن اللائق حيث تطرقتم إلى مسألة إعادة النظر في القواعد المحددة لمنح السكن العمومي الإيجاري لسيما شرط الدخل الأسري المحدد بـ 24 ألف دينار جزائر وعليه يشرفني أن أوفيكم بالتصحيحات بالتوضيحات التالية أن الدولة الجزائرية من خلال وزارة السكن والعمران والمدينة تسعى جاهدة لإنجاز سكنات بمختلف السياق تتماشى مع الظروف الاجتماعية والمدية لكل شريحة من شرائح المجتمع حيث يمكن القول أن السكن العمومي الإيجاري كسيغة ممولة بشكل كامل من ميزانية الدولة موجهة للأخشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرور والتي لا تملك سكن أو تسكن في سكنات غير لائقة وأن تحديد الدخل الأقصى للراتب بـ 24 ألف دينار جزائري للحصول على السكن العمومي الإيجاري يندرش في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة ولتحقيق هذا المساعة فقد تم في ذلك مراعاة الحالة الاجتماعية لطالبية السكن دوي الدخل الضعيف وذلك وفقا للأحكام المرسومة التنفيذي رقم 0842 المؤرخ في 11 مايه 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري إذن سمعتم سؤال النائب وسمعتم جواب الوزير النائب سأل سؤال منطقي قال له أحنا في الجزائر الجديدة في رفع للأجور بـ 2000 دينار جزائري في الحد الأدنى للأجور في رفع للنقطة الاستدلالية لبعض القطاعات فالمواطنين اللي يخرصوا زجملين وربعمية ما زال يعانوا من عدم إدراجهم في الفئات اللي من حقها نستفيد من الصيغة الاجتماعية اللي هي الصيغة الأكبر واللي يحتاجها الجزائري رد الوزير كان واضح قلت لكم ركزوا في القوانين والتواريخ وش قال له الوزير قال له احنا الفئات وتقسيمها والأجور مش كون عنده الحق مش كون ما عندهش الحق قال له محكومة بالمرسوم 08-141-8 غالط بتاع سنة 2008 يعني تاع الجزائر القديمة في وقت الرئيس بوتفليق اللي الرئيس تبون كان وزير سكن أنا ذاك بالله عليكم هاد النقطة بالذات الجزائر الجديدة التي يروج لها الجميع والله محلى بلهم كيفاش دايرا الجزائر الجديدة فيها رئيس هو كان وزير سكن مفروض أن صاروا يقول لك يعرف القطاع وحتى وزير السكن الحالي اشتغل معه رئيس الجمهورية لما كان وزير السكن اشتغل معه مدير عدل أنا ذاك المشكلة المشكلة هذا مستمر من 2008 إلى الآن الرئيس عنده التزام 28 يقول فيه سنكيف الصياغ لكن القطاع لا زال يشتغل بمرسوم 2008 السؤال مطروح إذا كان الرئيس هذا عنده خبرات وقدر يسير الدفاع والديبلوماسية والتعليم والطب فلنفرض يقدر يسيرهم كل فالمنطق يقول نظرا لخلفيته كوزير سكن وقعت سنوات ونظرا لأنه هذا وزير السكن اللي معاه كان يشتغل معاه في وكالة عدل فالمفروض إذا كان هذا الرئيس قادر يبني الجزائر الجديدة فقطاع السكن سيكون مش عارف إلا كان لغة تصلح الكلمة ولا إلا سيكون أجدد حاجة يعني تجيب أنت تلقى الجزائر من الجزائر القديمة إلى الجزائر الجديدة بتعهدات 54 ببرامج جديدة برؤية جديدة كما تقول أنت وأنصارك فالمفروض أنه في القطاع الذي تتمكن منه وعندك راسيد فيه تجيب فيه حويش جديد لا المشكل ما زال الناس اللي عندها 24 ألف دينار لا تستفيد الوزير لا يجد حرجا في العودة إلى مرسوم 2008 يعني الجزء الأساسي في الالتزام 28 جزء الكبير تع القضاء على مشكلة السكن الحكم يعني هكو عارفين سنعود إليه ربما لما نتحدث على عدد الناس اللي سجلوا في عدل لكن جزء المتعلق بتكييف السياغ والسياغ مكيفة حسب الحاجة عن الناس الوزير لا يتحرج في العودة إلى مرسوم 2008 والرئيس لما سئل هل فيه سياغ جديدة قالي لكن وزارة السكن تقترح حاجة على الحكومة فأليس مشروعا أن نطرح السؤال الواضح البسيط ما الذي منع الرئيس تبول ووزير السكن من اقتراح سياغ جديدة كما التزم الرئيس في الالتزام 28 وما الذي يحني ألزمهم بالاستمرار بالعمل بمرسوم 2008 هل هم عاجزين على الإبداع في هذا القطاع للمفروض الرئيس خبير فيه هل السياغ أو البنايات اللي تبنت هي مشاريع جديدة وبالتالي من السهل أنك تحط مرسوم جديد تكيفه حسب التعاهد لركديرو وتوزع سكانات أم أن الموضوع متعلق ب عدم مبادرة لوزير السكن وعدم مبادرة للرئيس وزير السكن السابق من أنه يطبق التعاهد 28 أم أنه في هذا الموضوع الكل كل ما يحدث في قطاع السكن هو استمرار الجزائر القديمة يعني المشاريع التي تبنى الآن هي مشاريع الجزائر القديمة الدراسات تمت آنذاك وأماكن البناء حددت آنذاك وبالتالي بقي المرسوم 2008 يمشي هذا السؤال يجب أن يطرح على الرئيس وعلى أنصار إذا لم يأتي الرئيس تبون وزير السكن السابق بأي شيء جديد في قطاع السكن فهل يمكن أن يأتي بأمور جديدة في قطاعات أخرى وعليه نسميها جزائر جديدة أم لا ثنين هل كل ما ينجز الآن جديد يعني قره الرئيس تبون ومشاريع الرئيس تبون أم هو يطبق مشاريع الرئيس السابق التي لم تنتهي حل أقل نحن على الملاعب التي دشنها هي ملاعب من الجزائر القديمة القطب سيدة عبد الله من الجزائر القديمة المشروع الجديد الذي أطلق نظريا هو مشروع عدل ثلاثة لذلك يجب أن يعني يجيبنا ويجيب المواطنين أنصار الرئيس ما هو مصير التعاهد الثمانية وعشرين واللي ما يقدرش يجيب جديد في قطاع السكن وهو خبير في قطاع السكن هل يجيب جديد في الديبلوماسية والتعليم والتربية أنتم ما جاووا مشكل آخر في قطاع السكن وإحنا حارسين في هذا العدد أن لا نزايد بقطاع السكن وإنما نجيب أمثلة بسيطة لأن الموضوع هذا يعني مأرق الجزائرين يوميا مشكل 24 ألف دينار أمة كبيرة تعني منه وفي مشكل آخر ومشكل أنه حتى من يستفادوا من السكن الذي كملوا يبنوه هو برامج قديمة كان فيه مشكل الأماكن التي تبنى في هذه السكنات بعيدة وفيها بعض المشاكل ناخد واحد النموذج اللي هو نموذج حوش الريح في بلدية مفتاح نشوفوهم بعد نعلقوا لنا الموضوع يحتاج إلى أرازانا في التعليق وبين ما وصفه البعض بالتهجير من عاصمة البلاد لمناطق جبالية بعيدة عن مقر العمل أو السكن السابق طمأن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالأهريبي المكتتبين بتوفير كافة الشروط العيش الكريم بالموقع نشوف شحوش الريح كما رهو الآن نحن رأينا نعمل في قطب حضاري وانا كنت وعدت المكتتبين انه راح تكون كل المرافق موجود بين تخوف المستفيدين وطمأنة الوزير يبقى على الجهات الوصية توفير كافة الشروط اللازمة لضمان العيش الكريم للملتحقين بهذا الموقع سيما مع عدم توفر الأوعية العقارية بعاصمة البلاد اذا المشكلة للأوعية العقارية موجود صحيح في العاصمة في اكثر من منطقة مشكلة كان موجود في الجزائر القديمة هل حلت في الجزائر الجديدة سمعت انتم وزير السكن وش يقول يقول بانه انا وعدت المكتتبين الناس اللي استفادوا من السكن في هذا النموذج اللي هو او مثال يعني اللي هو حوش الريح قال انا وعدتهم بان ستكون كل الظروف مهيئة اكيد اغلبكم يعرف المنطقة اللي موجود فيها حوش الريح وبعدها عن المرافق وما الى ذلك لكن احنا قلت في قطع السكن ماذا بينا نكونوا غلطين وماذا بينا يلتزموا بهذا الشي ويحلوا المشكلة على الناس لذلك ساقودكم الى الفيديو بعد تدشين الحوش الريح وركزوا معايا ايضا في الارقة قامت وكاية عدل بتسليم سكنات معتبرة المقدرة بأكثر 12000 السكن اللي في ولاية بولايدا وهنا نحن اليوم متواجدين بموقع حشريح الحمد لله كان المدى الأشغال المنتهى فيه وهذا يعود في فضل كله السيد وزير السكن والعنوان الذي كان مشرف عليه شخصيا قطب حشريح سابقا اليوم تسمية المجاهد المتوفي الراحل فروقي احمد في عدد مرافق منها مركز بريد ثلاث ابتدائيات مركز شرطة ومركز وعياد المتعدد للخدمات كما اليوم أشرفنا على تتشين مركز بريد في ظرف قياسي في 60 يوم وانتهت به الأشغال نهائيا وهنا ستة مرافق أخرى في طرق في طرق منها ثلاث ابتدائيات اثنان ابتدائيات متوسطين وثانوية إذن حتى نكون منصفين معكم تم تدشين مشروع عدل 24 وضمن مشروع عدل 2024 حوش الريح شفت الصور البنايات مكتملة المكان لا يزال بعيدا بعيد على المناطق الحضارية الوزير كان وعد بأنه سيبنى قطب حضاري تجنب الجواب على أنه السكن في النهاية إذا كان واحد يسكن بعيد على مكان عمله 30 و40 كيلومتر كيف يعمل المنطقة الجبلية تعرفوها أين بنية لكن أنا نجوز معكم كل هذا قال المهم ده شنوه إن شاء الله جماعة اللي يعطاوه لهم يسكنوا لكن في الأرقام اللي قالوها 12 ألف سكن 12 ألف سكن شفت المنشآت وما إلى ذلك المتكلم هذا مدير السكن الذي نسب الفضل لوزير السكن إن شاء الله ما يكونوش نحاوه لأنه لم يذكر رئيس الجمهورية لكن قال مفتخر قال إحنا في 60 يوم درنا مركز باريدي إن شاء الله بارك تكون الانترنت موجودة لأنه هذا مش إنجاز بين قوسين مركز باريدي في منطقة عدل يكفي أن توفر أنت لقاراج اللي من تحت 60 يوم يعني نظن لو كان عطيته المتعامل يعني مش مشروع لكن أنه دقم لماذا بي تركزوا فيه 12 ألف سكن بتلاف ابتدائيات اللي موجودين وقال لك الباقية ستبنى احسبونتم 12 ألف سكن بتلاف ابتدائيات اللي يدرسوا في المتوسط وفي الثانا ويسكنوا وفي حوش الريح وين يروحوا لكن قد يقول قائل هذي الكلام كل المهم الناس دات سكن الحمد لله اللي يدع بصحته لكن نحن السؤال فقط يعني صار الجزائر الجديدة ما هو الفرق بين مواصفات هذا المكان والنسبة والتناسب بين المرافق والبنايات مع الجزائر القديمة فقط يعني احنا كانت عندنا جزائر قديمة الرئيس كان يقول باللي قطع السكن مستهدف ودايما هو مهووس بالمؤامرات كان يقول بأنه العصابة يعني اشتغلت في موضوع السكن وعطلت هذو كل راح انت جيت رئيس وانت وزير سكن ومعاك ذراعك الايمن لكن السياغ تقدم بنفس الطريقة السابقة اما بعيدة او المرافق نفس المشكل اللي كان مقبل بنيته 12 الف سكن لكن لم توفروا المناخ المناسب ثم قبل هذا وبعده الرئيس من هارجه وصدع رؤوس الجزائريين بأنه منفتح على الحوار وعلى الديمقراطية التشاركية وما الى ذلك هل الجزائر الجديدة سمحت بحوار وطني لكل المواطن لكل الفواعل اللي عندها علاقة بقطع السكن حتى يستشار المواطن يعني على قل تكون فيه صفة مختلفة على الجزائر القديمة يستشار المواطن الذي سيستفيد ما هي الاماكن اللي ممكن يختاروها المواطنين أم خلاص نحن في قطع السكن نحن على دين الجزائر القديمة أحمد ربي الدولة بنات لك وتبني لك في الجبل ورحسكن وبعد 15 سنة والمدينة يعني الرئيس اللي يتكلم عن الديمقراطية التشاركية ويتكلم عن المجتمع المدني ويتكلم عن البلدية وقربها من المواطن هل ترى في الجزائر الجديدة وفق التعاهد 28 فيه اختلاف على الجزائر القديمة أتوقف هنا في قضية قطع السكن لأن قلت لا أريد أن أزايد على الناس اللي رأيت عاني في مشكلة السكن وأنا أمر إلى التعاهد اللي بعده مع الإبقاء على الأسئلة يعني مشروع قولوا أنه لما نفتح الخطوط إذا يريد ناس من الحوش الريح يكلمونها أو من مناطق أخرى يريد مستفيدين جدد ويقولوا أنه هل فيه فرق يعني بين قطع السكن في الجزائر الجديدة والجزائر القديمة وما تنسوا بشيء الرئيس خبير في السكن المشكلة الثانية أو الاتزام الثاني اللي نعال جوليوم اللي يتكلم عليه رئيس تبون وهو وضع حد نهائي لانقطاعات المياه وضمان حصول جميع المواطنين على المياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني وش هنقول لكم لك المدن فيها ما فيها شلماش حل النسبة والله ما نشعار هل الرئيس حل كما رأوا يقول حد نهائي من قطاعات المياه علش نقول لكم أنه نركزوا في التزامات والرجل يكتبوا خلاص ولا يلتزموا خلاص في السكن قال لك القضاء النهائي والتكيف هنا القضاء النهائي منش رح نتكلم بزاف في قضية المياه سأترككم مع مقطعين بثافي القنوات الوطنية في هالجزائر عن مشاكل المياه وصدقوني ما حش نزيد كلمة لأنه الفيديوهات هذه تعبر على أزمة المياه هل حلت أم لا وهل الرئيس كان صادقا في تعاهد رقم 30 هنا بأخصى مشاة وليات أم البواقي ببلادية الجزية أزمة عطش تضرب السكان منذ سنوات وفي ذل الأزمة الراهنة ينشد سكان المشهتي السلطات العليا التدخل للقضاء على معاناتهم والتي طالت مدتها أمين ما شرقناش الماء وإحنا هادات سالكة ما كانش قطرة انتع الماء اللي هنا أكتشوف بسي تيرنات بون جنيب خمس مشاكل ولا عشرة نحن في ذل الأحيان عندنا ثلاث سنين أربع سنين نحن والبيدو ونحن والسيتيرنا كذبوا علينا يكساعة قلونا مشينا قسناهم عند الوالي وقسناهم عند بلد المة وقلونا لا يجبوا لكم المة ومشاوا خدموا الشرق ووقفوهم ملحقوهن جابوا التيوات داروا همنا جبرناها عشر ليالي ووقفوه عننا عقب ذلك ما تلاينا نراه ويطلقوا منه مدة عشرين دقيقة ولا ثلاثين دقيقة والأحياء المتوالي للشاط ويشربوا احنا ما قد تشربنا نحن هاو الشعب انتاع أربع أحياء قلت لكم لنوضيفي كلمة هذه قضية المياه هذا نموذج ناس عايشة وتعرف في المدن فقط أذكركم بأن الرئيس في تعهده رقم ثلاثين قال بالنص حتى ما نزيدوش على الرئيس نقروها بالنص وضع حد نهائي لانقطاعات المياه وضمن حصول جميع المواطنين على المياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني حلوان تمدوكم على الجزائر الجديدة يعني أنصار الرئيس هاد المشاهد موجودة في الجزائر وفي أكثر من المنطقة وبالمناسبة حتى المدن تعاني من قطاعات المياه وبالمناسبة مجلس الوزراء أمس يتكلم على ضرورة حل المشكلة وما نحكيش على مشكلة تيارت والأزمة اللي صارت فيها والنزول بالهليكوبتر للوفد الوزاري قارنوها مع الالتزام هذا يعني خمس سنين خمس سنوات ما كانش حلت عن مشكلة المياه واشا هندير بعد يجيك وعد يقولك والله هاي الرئيس صادق وعندوني يعني نروح وبالنية على كل أنا سأكتفي بهذا لأنني راح نروح نحاول ندخل في الجزائر الجديدة فيرسيون ثنين يعني دايما نحكي نسخ في المنتجات الإلكترونية فأيضا يبدو أنه القطار مشى الجزائر الجديدة في النسخة الثانية ولمزني في الجزائر الجديدة النسخة القديمة يعني لماذا أقول هذا لأنه اكتشفت بأن الرئيس تبون في اللقاء اللي عمله في تيزيوزو في الزيارة اللي عملها التيزيوزو هو دخل في الجزائر الجديدة نقطة ثنين يعني دخل في منطق آخر وبدأ مجموعة وعود جديدة ولأن الكلام نتاعه كان مسجل وعرض بعد ذلك وكانت أحداث كثيرة كان بعض النقاط أود أن أذكركم بها بأنه من حقق الوعود تعني توفير المياه والقضاء على أزمة السكن قد شرع بإعطاء وعود جديدة أعطيكم واحد من الوعود اللي تكلم عليه في تيزيوزو ونعود إلا كان كتب ربي وتقدمت ونلت تيقى تعلنت على المواطنين شو سرع لان دي دوسيك ونفريرهم بريوريتي والívelد من رجل سوف إلتقى إن شاء الله والغرض نحن سأرى كل المرطات الأدري Time والدلى ونرى وك Carson ونرى هذا اليوم كالرج blue أع slash 900 بلدية فقير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن دعوا هذا الربارتشيء الوصول على دكوباج التهيطريلي إن شاء الله نرى القانون للقانون وقال نرسخ الديمقراطية أبداً سمعتوه الرئيس عبدالنواجد تبون فيتيزيوزو يتكلم كلام صدقوني لو جاء عندنا فيه يعني مش عارف يعني انفتاح سياسي هذا كلام يسقط الرئيس ما يكملش حتى العهداء شوفوش قال كان تسعمائة بلدية فقيرة هذا مشكل منذ الاستقلال لم يقوم الرئيس بأي شيء في هذا الموضوع مشكل فقر البلديات معروف لأنه ما فيش توزيع عادي للضرائب ما فيش انتاج في البلديات تمثلا عندك حاسيم سعود المقر السياج السوسيال المقر الاجتماعي للشركة موجود في حيدرا وبتلي الضرائب تدخل الحيدرا مش حاسيم سعود يعني ما فيش توزيع عادي لكن الكلام الخطير اللي قاله الرئيس قال لك هذه بلديات فقيرة ما تقدرش تطبق الديمقراطية علاش لأنه حزب فولاني حزب آلي فولابا يحكم يصوت عليه الشعب باش يكون في هذه البلدية بلدية ما عندهش درهم شكون يعطيها الدرهم الدولة والدولة كي تعطي له الدرهم ما تخليش يطبق البرنامج انتاعه في البلدية علاش انه هي الدولة اللي اعطيت له درهم وش من المنطق يتكلم بها الرئيس هو الدولة مختلفة على الحزب والحزب مختلفة على الدولة يعني اذا كان باش تطبق الديمقراطية لازم البلدية تمول من نفسها من نفسها اذا كان الميزانية الرسمية والميزانية المركزية توزع على البلديات ولان السلطة تجيب الميزانية من بيع البترول وتقدموا للبلديات فهذا يعرق للعمل الديمقراطي هل هذا منطق يتكلم به رئيس يفهم السياسة ويفهم الديمقراطية ما يقوله هو بسارح العبارة ان السلطة المركزية لا تسمح بالديمقراطية لماذا لانه هي اللي تمدد راها هو اموال وارثتها عن جدودها يعني او لا كيف ثم الحزب اللي ينتخب عليه الشعب في بلدية معينة لا يمكن ان يطبق برنامجه الا اذا وفر تمويل ذاتي هذه تعرفوا في دولة من الدول يطبق فيها القانون وكذا تكيف له دعوة الانفصال مش منطق ثم تأكدوا بان الرئيس قد وعد بتقسيم اداري اكيد رح يعملوا يجيد هذا فاخدوا معادلة تقسيم اداري مش عارفش حرح يوصل للم بلدية بمنطق انه البلدية اللي حب الحزب يطبق البرنامج اللي على اساسه انتخبه الشعب يدبره وادراهم اما السلطة المركزية كي تعطيك فلوس فاتطبق برنامج الدولة كما سمعه من هي الدولة ليست يا مجموعة المؤسسات التي يزكيها الشعب من اجل ان تحكم هذا منطق سياسي يدعوه البعض لاستمرار غريب اسألوا على اقل في هذه الجزئية سأعود بكم الى اخر تصريح لرئيس تابون في وعد من الوعود اللي قلت بدأ يطلقها اللي هو وعد خاص بفئة نبيلة مهنيا اقصد وهي فئة الاطباء نسمع ما قاله الرئيس ثم نختم بعدها مهنيا اقصد انا شئل الانديرو للاسانتي قليل قليل اقصد لتعرفي منطق سياسي لأنهم لتساعدوا السيد كوفيد سيجنا في باع لارمي بلانش هذه الجيش الأبيض كانت كاريتة في الجزائر لأن ذاك الوقت العصابة ما زالت تحاجم فينا وما زالوا يكسروننا في الوكسيجان ويفسدوننا في هذه ووقفوا 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 انتا عرجال وانساوا رجال ولذا أنا الجيش الأبيض راني معاه إلى آخر طالبتها إذن الرئيس انطلق في الوعود بالنسبة لي الجزائر الجديد في المرحلة الثانية ويعد كلام جميل كلام شيخ زاوية حول الأطباء وأنه ما زال مهووس بالعصابة وما إلى ذلك لكن الجواب الوحيد على ما يقوله الرئيس حتى تدركوا بأن ما يعيدكم به لكم أن تتصوروا ماذا سيكون مصيره وأن كل ما قالوا في تيزيوز وأنه سيطبقوا إذا ما تم التصويت عليه في أو إعطاء فرصة أخرى مذكور في التعاهد رقم خمسة وربعين أعطيني التعاهد رقم خمسة وربعين وهو ضمان خاص بقطع السحة وكل كلام اللي قالوا الرئيس تبون متضمن هنا وقد كان وعد الأطباء بقانون خاص وبأمور كثيرة كما كان يقول هو شندير قليل لكن كان قد وعدهم في 2019 ويعدهم الآن بأنه سيحقق هذا الوعد في العهدة القادمة سمعتم مشكل السكان مشكل المياه ومشكل ترحيل الالتزامات إلى العهدة الثانية وأكثر من ذلك عرضنا لكم مقطع من كلام خطير للرئيس تبون عن مفهومه هو للديمقراطية فلكم أن تستشرفوا الجزايا الجديدة إذا ما امتدت لخمس سنوات أخرى تصبحون على غد أفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر